في تطور جديد على ما يعرف بخلية العبدالي تلك الخلية المدانة بالإرهاب في دولة الكويت كشفت مصادر أمنية إن بعض من صدرت بحقهم أحكام من محكمة التمييز الكويتية تمكنوا من الفرار من الكويت باستخدام جوازات سفر دبلوماسية صادرة من السفارة الإيرانية لدى دولة الكويت المصادر أشارت إلى إن الأجهزة الأمنية توصلت إلى هوية الموظفة الذي قام بختم الجوازات المزورة التي يحملها الفارين من العدالة أكيد هذه خيانة وطن ثانيا أي مواطن لها علاقة بأي دولة خارجية يصنف تصنيف إرهابي ويصنف كخائل لوطنها كذلك المفروض التشديد عليهم من حيث خروجهم ودخولهم من الدولة كذلك إذا كان وضع قيود أمنية عليهم كذلك إذا حصل تسحب جناسي ذويهم أو تسحب جناسيهم إذا زادت عن هذه الأمور مثل هذه كانت متفجرات بعدات كبيرة جدا تفسد بلد كامل الجهات الرسمية في دولة الكويت عهدت بشرح لأعضاء مجلس الأمة الكويتي عن كل الإجراءات التي سيتم اتخاذها الآن وفي المستقبل بخصوص جوازات السفر الدبلوماسية الصادرة من السفارة الإيرانية اجتماعا نيابيا عقد لمناقشة هذه التطورات على ملف خلية العبدلي دعا إلى التركيز على ضبط النفس والابتعاد عن التصريحات التي تثير الطائفية وتفرق المجتمع تعتبر الإجراءات التي اتتخذتها سفارة إيران في دولة الكويت بمساعدة خروج أشخاص مدانون بالإرهاب وزعزعت أمن الكويت استغلالا كامل للإعراف الدبلوماسية وتوظيفها في دعم الإرهاب والتستر عليه مشار الشمري غناتو الإخبارية الكويت